زي ما انت شفت يمكن في الانترو ايهاب كنا بنتكلم على مشوار المنتخب الالومبي في فتوكيو 2020 وانا اتكلمت عن نقطتين احب اخد رأيك فيهم هل الخروج نتيجة فعلا الفواري الطبيعية ما بين المنتخبات المنتخب المصري اكيد منتخب قوي لكن الفرقات ما بين تمسلنا على المستوى الافريقي ونيجلي في البطولات العالمية بيكون في جاب كبير بيننا وبين الكرة العالمية هل يتوقف على موضوع الاحتراف هل يتوقف ده على شخصية اللعيب المصري نفسه اللي هو يمكن عنده رهبة شوية وعنده خوف من الاسماء العالمية الكبيرة رحب بيك طبعا يا كابتن هاني وبكل جماهير النادي الاهلي وسعيد بتواجد معك مبدئيا المنتخب المصري هو الناس زعلانة اكتر يا كابتن مش من الخروج عادي من طبيعة ممكن تخرج قدام البرازيل تخسر واحد سوف النتيجة مش كبيرة واحد سوف النتيجة عادية في كورته القدم والناس ولكن انت ما قدتش المنتخب المصري ظهر فيه المباراة امام البرازيل منتخب بلا هوية هو ده المهم انت لو ظهرت منتخب دفاعي لقدت جيم دفاعي زي ما عملته قدام اسبانيا في المباراة الاولى قدت جيم دفاعي على اعلى مستوى في دول المجموعات والناس كلها هللت المنتخب باداءه الجيد وخرقت بتاعاته السلبي ولا قدت جيم هجومي زي ما عملته قدام اسطراليا وقدرت تكسب 2-0 يا دي المشكلة كانت في مباراة البرازيل منتخب ظهر بلا هوية طيب ما كلمة بلا هوية دي اهاب يعني احنا شفنا منتخب المصري اثناء وجوده وفوزه ببطولة افرقيا اللي كانت مقامة هنا في مصر كان عنده هوية كان عنده شخصية ايه كانت شخصيته بيلعب كورة هجومية بشكل كويس جدا عنده عناصر هجومية بشكل كويس جدا ايه الفرق بين تمثيلنا ده اللي بتكلم عليه انك بتلعب قدام الفرق الافرقية او العربية بشكل اكتر من رائع وتيجي امام الفرق العالمية وحتى لو كانت الفرق العالمية دون المستوى على سبيل المثال الارجنتين مش هي الارجنتين يعني مش منتخب قوي بهذه القوة انت شايف التباين في الاداء ده جاي ايه اسبابه يعني لان لعبة مصر لعبة امام اسماء لعبة بالاسم انا بلعب بالارجنتين يا منتخب الارجنتين منتخب البرازيل دون النظر للفريق اللي قدامك بيقدي ازاي الفريق اللي قدامك احنا اسهل مباراة اضعناها منها اسهل من مباراة استراليا فاتقادي هي مباراة الارجنتين صحيح كانت مباراة سهلة جدا كنت تخرج منها فائز كنت تتصدر المجموعة تواجه منتخب غير منتخب البرازيل طبعا لواجهه اسبانيا منتخب كوديفور اللي انت قدرت تتغلب عليه هنا في نهاية البطولة الافريقية كان زمانك متواجد في المربع الزهبي بسهولة ولكن احنا خدنا المباراة هذه الفرق انت بتلعب افريكا يا كابتن انت السيد المتوج لها افريكا والدول العربية بتخد المباراة المنتخب هي اهم حاجة العقلية قبل ما تخد المباراة العيد نازل واسق ان لا انا اعلى من دول انا اقدر اكسب انا اقدر اقدي وعمل مباراة كبيرة عكس ما بياخد مباراة قدام البرازيل وقدام الارجنتين ودي هنا الدول النفسي المهم جدا للجهاز الفني انا بحمل النقطة دي والمسؤولية هنا للجهاز الفني للفريق ودي موجودة في كل فرق اللي انا محرك عارف وغط التجربة الاحترافية العامل النفسي اللي بيبقى موجود فيه ليه طبيب نفسي في معظم الفرق انت بتلاعب فرق زيك 11 لعب قدام 11 لعب في الملعب مش ابقص ان انا بلعب البرازيل وخلاص وابا خايف منها خاصة المنتخب البرازيل ده انت متغلب عليه وديا في الاستهددات الولمبيات توكيو 2-1 كانت مباراوة دي في نوفمبر 2020 اللي تابعناها وكان منتخب البرازيل ساعتها اتقدم بهدف لنجم ريال مدريد ورودريجو وقدرت انت تتعادل بكريم العلاق واحمد ياس الريان بعد كده قدرت تكسب اذا مش الرهبة مش منتخب البرازيل خلاص المنتخب اللي ها ألعب قدامه وخاف وابا مرعوب ان انا ألعب انما هي الفكرة كيفية تجهيز اللاعبين نفسيا للمباراة انهم يخدوا المباراة بأي شكل انهم يخدوا المباراة بهدف ان يقدر يحقق الفوز